المشكلة أعرف يا دكتور أحياناً أنه في جزء من الناس يأما أحياناً بتبالغ في فكر تطبيق التربية الحديثة فبيبقى بفعل الطفل شخصية تكالية أو حتى جزء تاني بيبقى إحنا كلنا ما إحنا كلنا يتربينا وتعرضنا للحاجات كتير وطلعنا كويسين وإحنا الحقيقة بنبقاش عارفين إحنا كويسين ولا لأ لأ لغاية برضو ما بنتعامل أو بنجرب أو بنحط في مواقف مختلفة فبنكتشف بقى إحنا فعلاً عندنا حسب الصلابة النفسية كمان بتختلف من شخص لآخر فبداية كده حضرك بتنصح أنه مهم أنه أولياء الأمور ياخدوا أطفالهم لأي متخصص يقدر حتى يحدد نمط الشخصية شخصية الطفل اللي عنده ده حقيقة وأنا عايز أقول حاجة مهمة جداً هو إحنا ما ننضرش نشخص حاجة يعني أنا مش بكلم عن مثلاً أوتوستيك عشان أوتوستيك ده بيكون إما ظاهرتين إما يكون بيتكلم وعند ثلاثين ونص ثلاثة بدأ ما يتكلمش وبدأ يعمل إيماءات أو أصوات شخص آلي مثلاً أو فاقد الحضن مش عايز حد يحضنه أو ممكن الحضن عادي بس بيفقد الحصيلة اللي غواية بالنسبة لي وبيبدأ البيهيفر بتاعي يتغير أو هو أصلاً ما بيتكلمش وبيظهر عليه أوتوستيك لأنا باتكلم على الأطفال العاديين ما قدرش أقول مثلاً عشان إحنا برضو ما نقلقش ما قدرش أقول ده ADHD قبل خمس سنين عشان إحنا بتقسها إزاي قبل ما نعمل حتى اختبار ADHD لازم نشوف لمدة ثلاث شهور كاملة هو بيعمل كده في البيت وبيعمل كده في المدرسة وبيعمل كده في النادي عشان في بعض الأطفال تستخدم الهايبر اكتف كانوا من أنواع هروب عملوا في البيت فحبيبي ده بهايبر فتسيبه ده من تلفزيون أو في الفصل بيتطرد فموسط جداً أو فيه اهتمام زيادة فبيعمل هايبر اكتف كانوا من أنواع جذب الانتباه فسي صعب على أولياء أمور يا دكتور أن هي تعرف تفرق من كل الباترينز دي أو الأمات دي مضبوط ده صح أنا قصدي ما نستعجلش قبل خمس سنين إحنا اللي علينا كأهل اللي إحنا بنامي مهاراته كلها ترمية مهارات في أول خمس سنين عشان لما ييجي يظهر حاجة عند خمس سنين لا أوديه حد متخصص أتأكد صعوبات تعلم بعض الأطفال عشان ده ما يقول لازم أم اختبار ليه عشان أتأكد عنده صعوباته ولا لا فيه بعض الأطفال ما عندهم مش مشاكل في خاص السمع بس يتملى مش عارف هو مكسل عشان هو مش بتحامل المسئولية فهو مش عايق أو شخصات تكلية فهو مش عايز يبزي المجهود بيعرف الحروب بالعكس النطق هو ما عنده مشاكل في الحصول له غوية هو عنده مشاكل اللي هو ينطق بقى ده مجهود زيادة ولقي ماما ده جذب انتباه طب كل شوية كل ممنطقش ماما بتهتم بي أكتر عشان حبيبي غلبان وطيب فابدأ كنوع من أنواع الابتزاز فساعتها لازم ألجأ بس قبل خمس سنين لا بدأ من حاجات دي بتظهر مش تظهر إلا في ساعتين مدرسة أنا كل الفكرة في الأول خمس سنين أنا بكون شخصيته يعني أنت في الأمم المتحدة لما قالت حق الطفل في التعليم كانت بتقول أني لازم ماشي التعليم يكون مجاني تمام بس تاني حاجة مهمة جدا أن التعليم يشكل شخصية وسلوك الطفل غير كده يبقى الموضوع غير صحي تمام وده موجود عندنا؟ طبعا والنقطة التانية طب خلص أنا أنا أول خمس سنين نميت مهاراته وديت الحصيل اللغوية اللي هو عايزها ونميت منطية أمان أو كونفرزون وقربت منه وأصبح شخصية سوية مش شرط تماما يكون شخصية جريئة وقوية ممكن يكون شخصية خجولة والشخصية خجولة مش وصمة ومش حاجة وحش بس هو التحصيل الدرس كويس ومتفاعل واجتماعي بس مش بيروح يندمج مع المجتمع من أول وهلة ما فيش مشاكل خالص طيب دخلت بقى المدرسة بدأ يحصل عليه زوار غريبة رافد يروح المدرسة أو كان كويس في المدرسة بس هو بدأ يرفضها لازم أخد بيلي أن أنا أهيئه كويس لفترة دخول المدرسة التهيئة الأولانية دي أسهل تهيئة من أول البريكي أو الحضنة بس المشكلة في الأطفال التي تم عليهم العنف المدرسة والعنف المدرسة مش شرط يكون ضرب لا ده في العنف النفسي العنف النفسي قد يكون من مدرس لي ومنطالب تاني لي وممكن تكون إيميات هو حاسس اللي هو في الفصل محدش بيحبه هو شخص مختلف فمحدش بيحبه في فصل فبيبدأ بالنسباله بيبدأ السيرتوني ودوى مين بيبدأ يقل له فبيبدأ يجي له ترومة أصلا من فكرة المدرسة وصدمة المدرسة وفيه العنف الرمزي العنف الرمزي ده مش ملموس بس هي نظرات عين بقى شفقة نظرات عين تشخص شيء أي إن كان اللي بيؤذي نفسيا يعني أي إن كان اللي بيؤثر فيه نفسيا إن كانت إيميات أو ترمبر من مدرس أو ترمبر من طلاب لأنه أحيانا على فكرة بجد بيقى فيه مشاعر نفسية بتوصل للطفل مفيش حاجة ملموسة بس هو فيه حاجة أزيته نفسيا مزبو